جلالة الملك هل هذه الزيارة ستوحد الجهد الإسلامي المسيحي في مواجهة دعني أقول المشروع الصهيوني الأمريكي وليس المشروع اليهودي يا سيدي حسن أن نكون ها هنا في هذا المساء ونبحث في موضوعة تهمنا هي القدس عربية القدس عروبتنا ونتحدث في هذا المساء من عاصمة بني هاشم صاحبة الحب والعشق للمدينة المقدسة من على هذه التلال نحن تكتحل عيوننا كل يوم بمرأة القدس فالعلاقة وجدانية إيمانية وهي علاقة عروبية ولا يفصل عمان عن القدس إلا هذا النهر المقدس الذي يجمع ولا يفرق موقف عمان من القدس موقف ثابت موقف جلالة الملك صاحب الوصاية الوصي وحامي المقدسات الإسلامية والمسيحية هو موقف مشرف نلحق نحن به وفي هذا المساء نتحدث عن نشاطه وعن حراكه فأول ما ابتدأ جلالته ابتدأ في البعد الإسلامي وهو الذي تحرك نحو إسطنبول والتقى بالرئيس التركي وكان الحديث عن منظمة المؤتمر الإسلامي ورأينا ما رأينا في المؤتمر الإسلامي الآن لأن جلالته يدرك أهمية القدس ليس عند المسلمين فقط بل أيضا عند المسيحيين فعلى قدم المساواة وللأهمية يتوجه جلالته يوم الثلاثاء للقاء مع أكبر مرجعية مسيحية خاصة أن هذه المرجعية لها سجل المشرف في الوقوف مع القدس ومع المدينة المقدسة ومع حقوق الشعب الفلسطيني التقارب في وجهات النظر هذا أيضا من الدوافع التي تدفع بجلالة القائد الوصيعة المقدسة تدفع بأن ينسق هذا الجهد لي تتفق وكلمات جلالته في مؤتمر استطبول عندما ذكر المجتمعين بأن القدس هي في وجدان المسلمين كما هي في وجدان المسيحين دكتور حمدي أعلن وسلم